إذا استكمل الشاتر 13 إنما هي إنتيغرال كيف نتكامل فيكتور فونكشن الفكتور فونكشن بتكامل بالطريقة التالية إذا كان في عندي R , كان بساوي F , G , H , فبيكون عندي ذن تكامل R , D , بساوي تكامل لكل واحدة لحال اللي إحنا بنعرفه من إيه تكامل إذا كان محدود بنقول محدود وإذا لمش محدود بكون نفس الشيء إذا كان بساوي إذا كان بساوي تكامل ساوي طنين تي اي ميناس اي قوتي جي اس لن تي كي فاينت R of T Find R of T Where R of 1 ساوي سي نقول هي مثلاً 0 0 1 فبالتالي عندي R prime R عبارة عن نعم الانتغريشن لهاي فبتصير عندي هون بتساوي T تربية زائد C1 كاملنا هاي رقم 3 رقم 3 لن T تكاملها إش لكامل لن الأكس أظن إش تكاملها هاي أظن T لن T نقص T زائد C3 أوكي بس عندي C1 وC2 وC3 ما بعرب عنديش بس هو معطيني condition فبعوض 1 R 1 تساوي 1 زائد C1 E يعني C2 نقص E تساوي وهاي عوض 1 هاي صفر نقص 1 زائد C3 كل هادول إش بساوي أرى الواحد بتساوي حسب ما هو معطينا بتساوي 0 0 1 بالتالي 1 بلس C1 بتساوي 0 C2 C2 موينس E بتساوي 0 موينس 1 بلس C3 بتساوي 0 هاي كنحسب إش هما C1 C2 C3 بنعوضهم بهذا المكان يعني C1 بتساوي سالب 1 C2 بتساوي E C3 بتساوي 1 وهو المطلوب هيك هيك بنكون خلصنا هادا سكشن اللي هو 13 تنين 13 3 اللي بنحضو احنا فيه فقط فكرة واحدة وهي ما يلي اللي هي R R بتساوي F T G H H T هاي يعني احنا حكينا عنها هي بتمثل هادا البرامترك equations صح وزاد تساوي H T طيب لو قلت لك عن الارك لنكس لكيرل T هادي مثلا بين A و B وزنة زنة A B هذا بيكون عبارة عن تك يا مول A A B بنعرف القانون احنا ايش هو F تربية زاد G تربية لما كانت 2 ديمانج لما صرت 3 ديمانج بنفس القانون راح يكون F تربية زاد G تربية زاد H تربية T من يمكن يكتب بطريقة تانية هاد في الشكل التالي تكون B هذا عبارة عن R R إنه في البروين تلقي الأرقاء هذه هي الأرق ... لحالة لحالة فكتورة 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 for the length of the cyclo... of the helix. R of T, sign T, sign T, T ... from T, P, sign T, sign T, P, sign T R of T, sign T and T sign T means T بكل بساطة هذا بساوي تكامل من zero to boy الجذر التربية إلى مشتقت هاي تربية عبارة عن مشتقت هاي تربية عبارة عن سين تربية مشتقت هاي تربية كوسين تربية t وزائد واحد وهذا بساوي التكامل من صفة الاثنين من جذر التنين تختار من صفة الاثنين من صفة الاثنين تختار من صفة الاثنين من صفة الاثنين تنين جذر التنين بطلع كمام الرماء ما اسمت بالصفة الاثنين هل هذا صحيح؟ نعم 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 بارتكتز في نتو بارتكتز تراثل ألوان The Curves, الأول, R1 of T, بتساوي T, T تربيع, T تكيب, R2 of T, بتساوي 1 plus 2T, 1 plus 6T, 1 plus 14T. السؤال, في عندي مش هاد R1 بعمل الكيرف اللي هي T, T تربيع, T تكيب والكيرف الثاني بعمل 1 زائد 2T, 1 زائد 6T, 1 زائد 14T. تمام؟ السؤال Do the particles collide? 1 1 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 11 12 14 20 15 21 15 23 عندي هذا الكرب وهذا الكرب هل البارتيكيز تتصادم وهل تتقاطعوا مساراتهم شو الفرق بين هاي وهاي تصادم يعني عن نفسك تي تصادم بضربوا في بعض بس إذا بتقاطع لهم نفس المنحنة بس مش في نفس الوقت بيمركم من النقطة بالضبط إحنا هزا نشوف هل هم بتقاطعوا هل بيمروا في نفس النقطة إذا بمروا في نفس إذا في نقطة بمروا فيها بيمروا فيها معناها بتقاطعوا بس إذا مروا بنفس النقطة وبنفس الزمن يعني كانوا على نفس النقطة وبنفس الزمن بس يصير تصادم طيب نحاول نشوف نحاول نشوف نرسمهم من خلال اللي هو 3D جيجابرا من حد السؤار يعني جيب هندسيا نشوف نشوف اشتركوا في القناة 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 لها عشرة, تمام. لأنها M M هتكون من صفر لعن لها عشرة لها عشرة لها عشرة لنرى كيف يمشي سيكون بهذا الشكل ويظهر بشكل سريع مثل نحن نسيطر عليه الكارف الثاني سيكون عبارة عن H 1 زائد 2 T 1 زائد 2 T الثانية عبارة عن 1 زائد 4 T والثالثة رح تكون 1 زائد 14 T ويقوط ويقوط فتكون ويقوط نيح كيرف عشان أدرو إنه يرسمها مع التى. I need to serve it. كيرف. هي واحد زائد تنينتي واحد زائد أربعة تي وواحد زائد أربعة عشتي. هي ستة. هي ستة. تمام لو ماشينا الآن. لا لاحظين إنه هادورة تو. تو بورتيكيتز هي هون. نبدأ نبدأ نصنع هون. لاحظ هيد لوين. هون هدا لسه حجمه صغير مش مبين يعني بأنه القوة لسه بتها أرقام أكبر لا تمشي. بس اللاين عمله بيمشي أكتر وأكتر هيو هلأ. لاحظ الكيرف يعني هندسيا. هندسيا عند هادا النقطة في تقاطع بس تصادم ما حصل لأنه ما مروا في نفس النقطة بنفس الوقت. هاد طبعا هندسيا. بس هندسيا مش إثبات أنه ممكن بعد ملايين التير يرجعوا يتصادم. لأنه هاي كمان مره روشينا شفناها من هون. أوكي واضح نحن بتقاطع عند هادا النقطة بس في اشتصاده طب هذا كيف نعمره هذا الشي كيف نعمره بالاستخدام المعادلات بسيطة. شو رأيكم نسميها هاي بدل ما هي T نسميها S مثلا. إحنا ننشوف. أنا بدل أحزف T نسميها S عشان أقدر أتعامل معيها. فأنا نسميها S S وهذه S شايل X وال Y وال Z بحاول نشوف نقطة تقاطع نقطة تقاطع بين هاي وهاي نقطة تقاطع يعني X بتساوي X وال Y بتساوي Y وال Z بتساوي Z إذا قدرت رأي نقطة تقاطع فهي ممتاز جدا بتكون هادا they are intersected بس إذا إذا كان T وال S نفس الشي مع تقاطع عن نفس الزمن وبالتالي بيحصار اتصادا إذا نشوف من نحل هاي المعادلة اللي هي T بتساوي 1 زائل 2S T تربيع بساوي 1 زائل 6S و T تقاطع هي بتساوي 1 زائل 14S كيف بنا نحل هادو الأول معادلتين مع بعض المعادلتين بمجهورين هاي بتتعويض أحسن الشي لانه T بتساوي هيك و T تربيع إذا بتصير عندي 1 زائل 2S تربيع بتساوي 1 زائل 6S وبالتالي 1 لأول بالتالي باتنين 4S زائل 4S تربية بتساوي 1 زائل 6S انتبهوا معي بلاش يكون انا حسبت شي خطب 4S تربية ناقص 2S زائل 1 تساوي 0 لا مش زائل 1 زائل 0 ما هتروح هنا 1 مع 1 هيروح صف هي هيك اوكي ناو أخذنا ال S عمل مشتراك صف هي هندي آم هندي S صفر أو أربعة S ناقص 2 تساوي صفر ونها هيصاب اندي S تساوي صفر وهاي هتكون بس بتساوي نص عند S تساوي صفر راح تكون T معناها هاي بتعني انها T بتساوي واحد وهاي T بتساوي إذا كانت إذا كانت S تساوي نص بتصير T اثنين اثنين لأنه بنا نعود اثنين فبالتالي إذا في عنا احتمالات اثنين لسا هدول مش تقاطع بعملوا هدولة بعملوا الأكس مع الأكس متساوية ورواي مع رواي متساوية لازم نشوف انهم هل بساوي الزد مع الزد ولا لا إذا تساوت الزد مع الزد بيكونوا متساوية إذا إذا كانت S بتساوي صفر تساوي T بتساوي واحد معناها هاي ناخد من هاي معناها بتصير عندي هل الواحد بتساوي واحد إذا صح لأن عوض T بتساوي واحد تعطيك واحد عوض S بتساوي صفر صح إذا هاي صحيحة هادي رقم واحد رقم تنين إنه إذا كانت S بتساوي نص T بتساوي تنين شو بصير عندي لما S بتساوي نص عفوا لما T بتساوي تنين هاي بتصير هل تمانية هل تمانية بتساوي أرباطاش في نص بتساوي سبعة واحد تمانية هاي بتساوي هالإجداء عن بالي أربعة مش أرباطاش إذن two intersection the path intersects the paths intersect two times when عند النقطة at the points S بتساوي S بتساوي و T بتساوي 1 يعني عند النقطة الصفر حت الصفر تساوي واحد 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 و عند الثانية اللي هي S بتساوي نص و S بتساوي نص يعني ثانية 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 هنا ثانية ثانية لأن هاي هاي تساوي نقطة تقاضح هل تصادموا أكيد لا But, but they don't, they don't collide. ليه؟ لأنه they intersect the best, intersect at different times. different T و S إنها لو كانت T و S نفسها كانت تصادم بس ما إنها مش نفسها فبالخير هذا الشي ما بيكون تصادم عشان يتصادمون لازم يوصل لنفس النقطة وبنفس اللحظة بنفس زمن اللي اللي رمزنا للرمز الهاتية والتاني S فبالتالي بما إنه الرمز التانية مختلفة بس ليش الكارف بس إحنا اللي شفناها مع الرسمي شفنا بس تقوى تقوى واحدة لأنه إحنا المجال اللي حطيته التي بيبدأ ال S من الصفر بالتالي هون عفواً ما حطتها من الصفر كم كان نشوف نرجع كانت لازم تطلع النقطة التانية ليش بس نقطة واحدة طلعت لو اختربنا أكثر انتي بتساوي واحد و S صفر تمام إمكان هي بتقوى بس عشانها 3D مش واضحة لأنه في زوايا بتختفي منها لأنه عند النقطة هايها واحد واحد هذي أوكي هذي الواحد واحد واحد طلعت معنا الثانية راح تكون بالZ 8 أوكي هذي هي النقطة التانية على ممكن أنها تظهر في هذا المكان هي المشكلة أنها 3D هايها النقطة هاي النقطة الأولى وهي النقطة التانية بهذا بكل أحوال توقع الفكرة واضحة تمام إذن هاد بالنسبة للشابتر 13 شابتر بسيط وسهل فيش فيه كتير أشياء صعبة نندل لشابتر 14 شابتر 14 هو شابتر مركزي عنا اللي هو بيحكي عن البارشال ديريفاتيفز وسكشن 14 واحد هنحكي عن فنكشنز هنحكي عن البارشال وكان الجواب هو كمان بالR يعني الـ input له R والـ output هي R زي ما اتفقنا ببداية الفصل هاد انه لها راح تعمل مع functions من نوع آخر انه يكون بدل ما ياخذ ويبار عن variable واحد هياخد 2 variables فبدل ما يكون بي عندي F X بتساوي Y هاي بناشيها بدا تصير بهذا الشكل بدنا شكل الـ Y نحطه هون وهذا Z فZ صارت عبارة عن F of XY هيك ندرس احنا العلاقة Z variable Z من خلال variables XY وقلنا لانه التطبيقات العملية عادة الـ variables في حياتنا موجودة ما بتعتمد فقط على variable واحد يعني يمكن الزمن والسرعة في الـ ideal situation أوكي تعرف الزمن هو مش تققت السرعة بس في عندك الأشياء الثانية مهمة ليحنا مش موجودة من ناحية نظرية لما ندرس هالأشياء منهم الليحنا بس حتى غير هيك معدل استهلاك السيارة للوقود معدل استهلاك السيارة للوقود باعتمد فقط على نوع الوقود باعتمد على نوع الوقود ونوع المحرك وساعة المحرك ووزن السيارة فبالتالي لاحظ ان تدرس متغير في أي حياتك في أي شيء سواء اللي بتدرسهم بالـ calculus أو أي 2 variables أي variable لك تدرسه هو مش تدرسه فقط من خلال variable واحد وإنما تدرسه من خلال variables كثيره إذا بدك مثلا تعرف أي شيء بس مش قادر توصل لهذه المعلومة بتروح بتشوف أي شيء المؤثرات اللي بتأثر على هذا الشيء يعني مثلا لو قلنا Z هو عبارة عن صحة القلب إذا تعرف صحة القلب الأصعاب بتروح يعني استخدام فحص للقلب عبارة عن بدء أجهزة وإشياء متقدمة بس انت بتقدر تعرف صحة القلب من خلال variables ثانية من خلال عدد ضقاط القلب مثلا بيعطيك مؤشر فأوكي بتقدر تعمل كأنه function إنه عدد ضقاط القلب ضغط الدم بالتالي هاي الأشياء انت بتدرس variable صعب من خلال هذه فكرة functions أصلا يعني إنك انت تدرس شيء صعب من خلال variables انت بتعرفها بس هلا كم variable بتحتاج إحنا كنا ندرس بكالكراس 1 variable 1 بس طبعا variable 1 عادة ما بيكفي إذا كتدرس أي شيء إذا مثلا تشوف مؤشر 200 أو أو أي رقم يأثر بشكل على اقتصاد البلد مثلا بدك تعرف كم متوسط الأجور كم الفقراء فبالتالي في تطبيقات العملية دائما variable 1 بيحتاج لإيش؟ بيحتاج لمعرفته لمعرفته لمعرفة خصائصه أكتر من variable بيحتاج لvariables كثيرة 2 3 4 هلا بلحنا نعمل من الفكرة من 1 إلى 2 طبعا 2 إلى 3 بتكون نفس المبدأ فبالتالي بتكون سهلة بس هي الشيء المهم هو كيف نحول من variable 1 إلى variable 2 بس طبعا إحنا نسميهم بغض النظر هل هم كانوا طول أو وزن أو درجة حرارة أو أي شيء تاني إحنا نعتبر أنه عندي هاد فقط فقط x y z بغض النظر إيش هو تطبيق الفيزيائي أو العمل إلا لهذا الشيء فلو كانت مثلا زاد هي درجة حرارة x و y واحدة كانت الزمن واحدة كانت مكان النقطة فبتعرف كيف توزيع درجة الحرارة في هذا المكان إذا كتعرف إن أعطيت هون أثرت عليه بحرارة بهذا الشكل إذا كتعرف أدرجت الحرارة بهذا المكان هاي بتعتمد على إنت وين نقطة مكانها وين الزمن أي رحظة يعني إذا هذه النقطة بعد الدقيق إذا كان في هون مصدر حرارة بعض دقيقة هون بتكون درجة الحرارة مختلفة عن بعض دقيقتين فبالتالي هاي إنت محلك هاي x يعني تدرجت شيء تعملها y بتساوي f ليش لأنه إنت لو جدت على أي نقطة هون رح تكون درجة الحرارة مختلفة بالاختلاف الزمن فإحتجت لها باريابل ثاني اللي هو الزمن طب هدا إذا كنت انت باتجاه واحد كيف لو كنت انت بالspace الspace عشان تعرف درجة الحرارة بيلزمك اشياء ال x وال y وال z وال t والتالي صار عندها function for variables مهم أنا اللي بدي أحكيه فقط الفكرة اللي هون الدافع لإنه ندرس هدا الشيء إنه رح ندرس variables شما كانت هل هي درجة الحرارة هل هي مؤشر تنمية هل هي معدل فقر هل هي أي شيء من خلال variables كثيرة بس احنا بالرياضيات بنسميها x y z اللي هي بتنطبق عليها شما كانت تنطبق عليها انت بتخصصك بتصر تسميها الاسم اللي انت بتوافق مع المصطلعات اللي بالذكيئة تمام إذا هدا هو اللي إحنا بدنا ندرسه فنبدأ بها definition مثلا هيدا الشيء فنكشن فتو فاريابلز طبعا ثري نفس الكلام بس بذل بنكون فتو فاريابلز وقاعدة وقاعدة x y in the domain x y in the domain but x with y in some independent variable x with y are called independent variable or z is called an independent variable x find the domain of the following functions the thing is different is that you can talk about the domain x y not just x what is x and y? 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 which is supposed to work with this function so if you want to start f of x y it means y x 1 what is the domain to this function? the domain to this function x y c y y y x x z y y هل هناك قيم X؟ لا أعرف هل هناك قيم Y؟ لا أعرف أنا أريد قيم X و Y مع بعض يكونوا يحققوا هذا الشي طيب لو قال إنه سكتش هذه المنطقة يعني أين يكون X و Y؟ أين يكون؟ هي جزء من أين؟ هاي two dimension هذه النقطة المهمة جدا إنه هاي two dimension هاي two dimension اللي هي جزء من two dimension هي عبارة عن جزء من R تربيق كانت الـ domain كانت عبارة عن فترة تكون هلا الـ domain رح يصير في البلين هاي لو أن هاي X وهاي Y أنا بدي Y-X زائد 1 أكبر من صفر كيف بنرسمها هاي؟ إحنا الأكبر أصعب نرسمها الأقار صعب شو رأيكم نرسم اليساوي؟ أكبر أو يساوي طبعا هاي شو رأيكم نرسم اليساوي؟ وبعدها بنقرر مين هي مين هو المكان اللي بدنا يجع فY-X هاوش خلين نرسم Y-X زائد 1 تساوي 0 بصير Y تساوي 1 X-1 صح؟ هاي X-1 هكبر اسمتها X-1 هيك هاي هاي Y تساوي X-1 بص احنا بناش Y تساوي X-1 بدنا هذا المكان اللي هو الأكبر أو يساوي عشان نشوف بناخد نقطة موجودة بهذه المنطقة أو بهذه المنطقة هاي المنطقة أو هاي المنطقة بناخد نقطة بنشوف صفر و صفر عوضة بتطلع واحد أكبر أو صفر إذا هاي هاققها بالتالي هذا هو هذا هو الـ تمام؟ من تخلص هاي الليxual بالمAttible إنه نحن نقول عن تمام بخير تمام قtake النقيف تمام ما نقاتد تمام تمام نقاتد 해 خصوص وي بتساوي 10 وي 20 و 30 و 40 راح يطلع جذر بما انه جذر راح يطلع اشي موجب راح يطلع الجوارات من صفر ما لا نهاية اي رقم بدك هون ننطلعه بنطلعه النتائج كنتائج لانه هذا جذر و هون الرقم ما اسمه هكذا يكون اي شي موجب فبالتالي راح تكون النتيجة من صفر تنين لو اخذنا هذا الفنكشن فتساوي الجدر التربية الى الجدر التربية الى تسعة نقص X تربية نقص Y تربية زاد الجدر X تقاطع الدومين مع بعض على الدومين هون لازم اللي اشي يكون X و Y انتبه انه هم لك على المجموعة النقاط X و Y التي تحقق ما يلي انا لازم يكون هذا المقدار موجب فبالتالي لازم تكون تسعة نقص X تربية نقص Y تربية اكبر او تساوي صفر AND في كمان شرط عندي اللي هو X تكون اكبر من صفر اكس اكبر من صفر مش بس شرط واحد في عندي شرطين منطقتين هادولا و بناخد التقاطع زي ما حكى فبالتالي فبالتالي اوكي نجي نرسم هلا تسعة نقص X تربية نقص Y تربية اكبر تساوي صفر ما هي نفس هادي X تربية زائد Y تربية دائرة صاح اقل او تساوي تسعة X تربية زائد Y تربية اقل من اقل او تساوي تسعة هي عبارة عن دائرة القرصية مش بس الدائرة المركزها صفر و صفر نص قطرة ثلاثة بس بدنا احنا بنفس الوقت انها تكون X أكبر تساوي صفر وين X تساوي صفر X تساوي صفر هون احنا بدنا عيمينها فوين نقطة وين الدمين هذا هو الدمين ما طبعا دميين هيا دميين هي المنطقة اللي بتحقق الأولى والتالي اللي هي منطقة التقطعة هدا هو الدمين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر هذا هو الـ domain لهذا الـ function طيب الـ range لو سألنا عن الـ range هون إيش بيساوي الـ range للـ lint بتكون حاق ناقص من سالب ثلاثة ثلاثة من مينس انفنتي لـ الـ lint الـ lint على هاي الـ lint هياخد كل النقاط بهذا المكان راح ياخد كل النقاط الأكبر من الصفر بالداخل فبالتالي هيخرج كل الشي من مينس انفنتي لـ لأن الـ lint هيك راسبته فبالتالي إذا عطيته أنت من صفر لـ انفنتي هيكون من مينس انفنتي لـ انفنتي الـ range لا إله بس الـ lint من نسبة للـ domain هي x-y-y-y مش زائر ايضا هي x-y-y-y طيب أربعة لو سألنا عن هذا الشكال اللي هو f of x-y بتساوي sine inverse x نقص y مثلاً مثلاً sine inverse x-y نقص y على أكلمها نكتب كمان على الجدر التربيع إلى x-y تربيع y y y y y و x-y y y y y y y y من ساين كان الزهير من سالب y على 2 يذهب للقاعدة الّسالب ال tell by 1 سالب واحد وأكبر أو تساوي سالب واحد صح؟ نفس الشي لازم تكون هون X نقص Y تربية أكبر من صفر لازم هدول الشرطين يتحقق طيب نرسم هذا الشرط وبعدها نرسم هذا الشرط وبعدها نرسم هذا الشرط وبنشوف من منطقة التقطة تنتبهوا أن هون X نقص Y أقل أو تساوي واحد هذه عبارة عن شرطين مش شرط واحد يعني نحن نرسم ثلاث مناطق اللي هم X نقص Y أكبر أو تساوي سالب واحد X نقص Y أقل أو تساوي واحد و X نقص Y تربية أكبر من صفر هل جميعهم كلهم مع بعض ويش نعمل؟ هنشوف منطقة التقطة تماما نرسم هاي بهذا المكان زي ما قلنا احنا الأكبر وتساوي مش دائما سهل نحسبه فمنحسب المساوية هاي رقم واحد واحد ثانين ثلاث ثلاث ونستخدم الألوان واحد انت بتقول أن سالب واحد تساوي X مقص Y ما نحن هاي بتساوي Y بتساوي X زائد واحد X زائد واحد هاي Y بتساوي X زائد واحد هيك رسمتها رقم تنين رقم تنين رقم تنين رقم تنين المنطقة اللي بينهم هادي محصورة هاي هادي المنطقة اللي بينهم بتحقق واحد واثنين صح بس احنا بنتحقق ثلاثة لسا رقم ثلاث نستخدم اللون الأحمر مثلا Y بتساوي جدري لك رقم ثلاث ثلاث X تساوي Y تربيع على X نقص Y تربيع بتساوي صفر معناها X بتساوي Y تربيع X بتساوي Y تربيع كيف رسمتها؟ رسمتها بهذا الشكل Y تربيع بس عجانب اللي هي البرابولة باتجاه هذا الشكل هيك إذا المنطقة اللي بدنا اياها ااااااااااااااااااااااااااaaa بهذا الشكل هيك هذه معناها وغير سيت Lau women بية م cortex منطقة اللي مخططها بالشكل الأحمر هذا هي الدومين ليه؟ لأن هذا بحقق أنه بين الواحد والسالب واحد وبحقق أنه كمان X-Y تربيه أكبر من صفر أو X-Y تربيه أكبر من صفر وهو المطلوب ترجمة نانسي قنقر